صحة شريبتكم صحة شريبتكم كل الهار اربعة من عشر نص ميل على الحياة دفان صحة شريبتكم كان الشيخ ابو اسحاق ابراهيم ابن ابي بكر جبنياني رضي الله عنه اذا قدم احد من الناس اليه فسأله عن القيروان وعن العلماء بها فيقول انما القيروان كالرأس وافريقيا كالجسد وانما يصح الجسد اذا صح الرأس وفضائلها كثيرة شهيرة وقد قال ابو اسحاق الفزاري في قصيدة كان انشدها بين يدي يزيد الخارجي بمحظر علماء القيروان فهل القيروان وساكنيها عديل حين يفتخر الفخور بلاد حشوى علم وحلم واسلام ومعروف وخير عراق الشرق بغداد وهذه عراق الغرب بينهما كثير ولست أقيس بغدادا إليها وكيف تقاسوا بالسنة الشهور مستمعي تاج الصحة إذا تحيا في قام طحية طيبة وصحة شربتكم صحة شربتكم برنامج السهرية كل ليلة الخميس لنا رافقوكم العشرة من نصف الليل نحكيه وعلى عشقة نسجة محبتها في قلوبنا حكايات حومها زنقها ولوليا والصالحين صبات الباجي حمت الجامعة البلغجية والسكاجين والعين اللي ما تشوفكش يخسار كل اللي راته والقلب اللي ما يحبكش قل لي أشي يعمل بحياته أكيد حبه البلاد مزهود عطلة صدام علاني وعلي البراق وثوار صناديد علي بن عمارة جلاسي وجبل وسلات وعركة الخمسين نحتسبهم شهداء في العليين كل هذا واكثر يشاركني فيه ضيوف الأعزاء الليلة اللي هو ما نبدأ به ذاكرة القيروان سيطارق العلاني صحة شريبتك صحة شريبتكم وصحة شريبت كل ما نستمع إلينا في إذاعة حياته ذاكرة القيروان نتعدى إلى عاشق الأدب والفنون سيمسطة الفرسي مرحبا وصحة شريبتك مرحبا سيمسطة صحة شريبتك وصحة شريبتك وصحة شريبتك وصحة شريبتك ضيفي الاستثنائي الليلة ولأول مرة على أمواج إذاعة الحياة أفهم يلقب بالمايسترو المايسترو اللي هو رياض عبد الله بس رياض مرحبا بيك ونورتنا وبيك سيماز صحة شريبتك وبرك الله فيك على الاستيضافة دي وأنا في الحال جمعتني مع الناس ما شاء الله ما هو مش رادي على الفنون وعلى الإبقاء العفو يا سرياض يا مننا اللي قام تعليله زملائنا أيمن وسهيل ونقول لهم ونقول بقية المستمعين الكرام مسال جمال على حبايبنا يا مسال جمال أكيد سرياض مش تكونوا بصوت لطيفة العرفاء ووليد توفيق خلم صوتية مسال جمال لطيفة العرفاء حال أيهود 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 بالتبعات الحال احنا في المر بيد وثم زادها نهج مشهور وغير عادي ومش موجود في حتى مدينة من مدن العتيقة اللي موجودة في تونس كاملة نهج 7000 فتاة مخلافة ظبط الملبوح وغير بنذكرها بنذكر حتى بنذكر حتى بنذكر حتى الأساطير اللي بتكون نحوم وحاول نحوم وحاول 7000 فتاة نعرفوه احنا حتى باتبعت الحال البداية المر زاقت العلويني حذيكا وثم عليه برانزو كانت عيادة متاع عطوية اسمه برانزو مشهورة كانت طليان برانزو وبرانزو كانت معروفة عند الناس الكل كانت معناها الناس كل يمشي لها وعندهم كرهة صغيرة يدون بها في وسط الداد يمشي لها يعوض الناس في منازلهم في منازلهم في دوميسيد في دوميسيد وكلمة على برانزو يحكيه انه مرة مرة فاليجة بتاعه شوية لتحكي من من الكرهة عاد هو تخل الدار فاما ورا كبيرة قالها يا امي جنات رأوك شوية رتحكي الفاليزة وقالت تكسرت وقعت فيها شيء قالت وليدي لا يخسر مسلم قال لا يخسرني انا مانور هذا ليس مسيح سبع الفتات هذي كا فما نسقوط سبع فتلات فما نسقوط سبع الفتات كي ما صدام وصدام مجالسا ونهج سبع الفتات هذي 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 موجودة لحكاية وما فانه ونهج فيه سبع دورات هذي الموجودة هذي الموجودة تصدار بالبيوت تلقى سقيف وطلقى دورة هكا باش معانها حتى يتحل البيب متراشي موجود في الدار موجودين السبع الفتات كي ما قولنا تبدأ من المرخ حاك اليهود هذيكا وتنفع وين منشئ ومشئين السدوجيية والسكاجين والبلغجية ومرش الحددين والحاجات هذيها ومن جملة الحاجات ثم أسماء موجودة موجودة في تونس العاسمة كي ما مثلا القصبة في تونس ثم مكان اسمه القصبة القصبة اللي هي في بطحة الجرابة في بطحة زروق ثم مكان في مجمع سكني اسمه القصبة ثم أسامي أخرى مثلاً كما تقول قشلة كما تسميوها القصبة الآن هي البركة تكون القصبة مكان تكون قشلة تكون قشلة وضغل يسميوها هذه القصبة سماوها بطبيعة الحال تتسميها بالجيش تتخطيرانها بالجيش هذه القصبة اللي توجدت ما تسميش قديمة القصبة القديمة وين تبدأ الخضروي يعطيك صحيح وين تبدأ الخضروي وين تكونوا فيها؟ وهي المنطقة الكلية تسمى القصبة القصبة وين تكون قديمة من جملة الأسامي المرء التي موجودة في باب جديد في تونس نلقاه الحلفوين والحلفوين اللي هي موجودة في السوق على الحلفوين الأقديمة الحلفوين الأقديمة العديد من الناس بيعفوه وشغرت هذا إشكانت؟ كانت تتعلم في الحلفا على الصنعة اللي هي فيها على الشمول اللي في وسطها نرى السوق تلقى الزلالعية وتلقى الحجمين وتلقى السيغية من هاروت وبيت عروسي عبد الله وبوغنزق نقاطين وهو صناعة الأحذية القديمة وتلقى السكاجين واسكيورجية وغيره في الحال فأوين موجودة وين بعد السيغية وين ثم القهوة التي تقول قهوة الحسنات القديمة القديمة تتسألك الحسنات وكان هو كرهة وتشهر بأساس من شدها المدة طويلة إلا أنا اسمها الفقاة الحلفوين وهي مقهر حلفوين لست اسمي الأقديمة هل فم إشارة محطوطة من عشان فم بلاكة تقريبا فم بلاكة موجودة القديمة مقهر حلفوين قبلة العديد من السيح ومقهر حلفوين هي قهوة بيك بك الززوة وبك البحر ويقفة سرياء هي قوة تعراك بحيث لا يستروح هي قوة تعراك على الززوة العربي إذا كانت هي قوة تعراك على مقهر حسنات أشهر عليك أنا ربما مخلطت السنة أنا كبر منك وثما أنا كبر منك وأنا دار عبد الله قريبا للقهوة نعم عندي أشكال فاني كانت سيدي في الثلاثينات الحسنات ومبا سيدي محمد حسنات الله رحمل الله محمد محمد يستورد الاستيوانات دول حسني دول حسني ومكلثوه صغيرة وزيد ناس بالذم وزكر ياحمد ويسمعوا الديسكوات الغدي وقتها فرنسا مسيبة كل الشيء وحرية تامة ويسمى صارتك القهوة ذي كانت تتوى على الجيل هذا ما يعرفه بالفونوغرافي والمكثير على الأيدوية بالليبرا المنيتيكة ذي كان يعني تاريخ أخر هذا ما قومي دي ثقافي تنجمتكم وعلى شكل؟ لا دي ثقافي وكانت قمال فيه حتى المكلاوات والحاجات الناس يقعدوا بالراحة والدكتانة وخسار الحق وتعاملت فيها حتى الأفلام تصور فاة أفلام بالحق ومشبتها فينا حتى التونسي تحتمتها الخريفة تسجل كل في القوان نخشين تعمل منها برشة معناها بكوتسين تعاملوا في اللقاء أفلام إيطالية سيطان تسجلت تصور فاة لص بغداد ونصيت لقياها في الستينات واحد وستينات معناها كانت معلم معلم ويعرفوا قيمتها الغربيين الطلايب والفرانسيس يعرفوا ما عنها القروة خسار الحق ومن الأسف في المغرب بدون معنات تمشي لوجهة المنتجين الأجانب يمشي للمغرب يمشي للمغرب تقريباً لفس الأثار معنا نحن معنات معاودينها ومشي للمغرب يمشي للمغرب يمشي للمغرب يمشي للمغرب تقريباً المدينة الإسلامية المدينة الأولى المدينة الأولى في العالم في العالم في التاريخ بالفعل بالمعمار هذه الموجود فيه هي النسخة الأولى حتى النسخة التي تعاملت من بعدها نقلاً على قريباً ياسر في وصفة القروانية لأنه حتى المدينة المنورة كانت مدينة ثم تخلها الإسلامية موجودة مدينة أسسا ثم تخلها الإسلام وحتى المدن التي تفتحت في الشام وغيرها هي مدينة موجودة حتى فيها كنيسة وتبنيت مسجد مقابل الكنيسة في سوريا تلقى مسجد مسجد مقابل كنيسة هذا هي مدينة موجودة من المدينة الوحيدة لذلك لم تكن مدينة مؤسسة بضبط مفاعة شيء سابق ومن ثم تبنيت أسخة مدينة كيف تبنيت المعمار؟ يعني هي منقلتها لحد تحد لذلك لم تكن موجودة نسخة الأولى هي النسخة الأولى تقوم على أساس أن يكون الجامع في قلب المدينة ثم الدائر بالجامع يكون دور الأمراء بقوة العصر ثم الدائر بهم تكون حزام آخر حزام ثل وهو حزام العامة من الناس ثم حزام رابع وهو الأسواق ثم حزام خامس ثم حزام خامس وقت عاملت الأبوات وقلت المدينة تسكر تسكر الأبوات وتأتي الناس ويقوموا بسكرة ويربطوا خارجها ويقوموا بشوية ويقوموا بشوية لربط لربط لربطات خارجها من المتمسلة لربطة أنا دقيقاء لربطة يسمعت ربطة وقلت خارج البلد خارج السوق خارج السوق ثم الدار تصميم الدار العربي على التراز يجب من شروطها أن شبابكها تتحل على الشارع لا يتحل الشباك مقابل الشباك عمرت متلقش الدار شباكها مقابل الشباك متعدل لغة يعني يتكشف يجب أن يتكشف يجب أن يتكشف ثم ستر وثم حرمة براعة حرمة الثقيفة التي نحكي لها ستارة يجب أن يتحل البيب يجب أن تكون الثقيفة ظلمة لكي المرأة تقف في وسطها لا تتراش وهي دائما في الضوه وفي المنطقة المضيئة وهي مدروسة والباب نفسه كان فيه ثلاثة حلقات حلقة حديدة كبيرة تضع لك ثلاثة ثلاثة معرفة مع تزائر ثم حلقة أصغر منها على اليساء وعندها ثلاثة آخر مختلف وهي حلقة النساء. حلقة صغيرة روتا بكل دقائي حلقة الصغار أبفال الصغار. وتقول أخريبت لهم. وتقول أخريبت لهم من ناحية الله. لا يوجد شيء تتعبش في البيب. شوفت مع أنت لاشتكتير والفكرة. طبعا هي مربوطة. هي مربوطة. مربوطة بالمنظومة القيمية اللي جريها الإسلام. بالقيام الإسلامية. بالأخلاق الإسلامية. البيب الدار البراني كيف يتعمل العلوة؟ قبل أن يكون ثمك البيب العالي في وسط الخوخة. البيب اللي يتعمل على طول الرجل. ليس للدار. يقفوا للدار. لا يكون قصير أو طويل. يقفوا كيلو عليه هو يعمل بيب الدار. تقول أشمرتوا هذا طول هلزميترو. على الرجل. يجب أن يتعملها الرجل. هذا يعني فكرة على كل ما هي من البيب. يعطيك الصاحة ونصر إضافة لحكاية. مصفى التصديق لحديثك. في الوقت من الوقات صارت توقمة سيطارق ومدينة قيروان ومدينة فاس المغربي. كانت بتوسع عليها. كانت توقمة سيطارق ومدينة فاس المغربي. لا يدل على تشابه المغربي. والصناعات والدحاس والحاجات هذه المغربي. المغربي العربي تشبه برشة. يمكن حتى أكبر قطة الدينة فاس المغربي. ومدينة القيروان. جداً نحب نضيف أنه معناها المدينة كما قال. بديت المدينة. ما بديتش كل واحنا قال يومنا تطورت إلى المدينة. بديت من لها شيء واصلحت المدينة. يعني جميع أنصروا يتركزوا فرد وقت. فهم مواصفات المدينة موجودة فيها. من ذلك أنه كل الحومة تلقى فيها جامع. وتلقى فيها كوشة أو غبز. وتلقى فيها حمام. ومعنا بصيفة عامل حجزة مع عناصر الذي يتمنى منه. ونعرف إذا كانت خبزة طابونة. يعني أنهم موجودة في الأرياف. الأرياف لم تلقى عندهم كوشة. من ذلك أن القيروانيات. القيروانيات. ما بصيفة عاملة لم تلقى فيها تقاليد في الطابونة. ما يعرفوا. بينما في أمائك الأخرى في قراء الساحل أو غيره. تلقى عندهم التقاليد هذه. ويعملوا طابونة. قراءوا لي. لماذا؟ على خاطر فيها الكوشة التي هي موجودة. ويعملوا خبزة دار. ونعرف واحنا العادة الأقديمة. اللي كيفيش الصينية متاع الخبزة. ويضع قدام باب الدار. مغطية من رقص حد شيء. وأي واحد من ولاد الحومة الصغار. يجز الكوشة متاع الحومة. يعرف على الكوشة شنين. وهني تقاها هي بصيفة عامة. مقابولة. 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 كل موجودة. أولا ساعات الخبزة. كل موجودة. ثقافات المراسعة تفجج الباب. يتعدى وليت ولدتقول أن أعمل يعز الخبزة للكوشة. ثقافة هذه كبيرة من الأنبات. ومعندي شي سغير. يعني هذه هي تقاليد توجدتها. تول حق تقال ما أعدد شي تول خبزة دار. يعني تقرق به مولة الكوشة. لكي يعمل خبز الدار وزيد ثم وليد ثمل نقول وإحنا الفور في وسط الدار فم السائل تطورت ولا ينجموا حتى في وسط المنزل يعني وزيد الخبازة في القرآن زدها مشيه خطوة كبيرة ولا تتقبل متوفر الخبز هذه الحاجات اللي حتى القمح وغيره كل شيء أنواع واشكال موجودين وهذه الناس كل تجي حتى من المدن الأخر والقراوة كيمشيه هزه الخبز خبز هزه المقروض والخبز اللي حبيت الرجز عليه زاده من جملة الأسامي اللي موجودة حتى موجودة في تونس كيما باب جديد نعم احنا عانا زوز بيبان جدود باب جديد حتى جمع الزيتون وباب جديد اللي موجود وين ليزان كردوكم تح سديع مور عبادة وين سيجون فيه هذاك باب جديد اللي تسمى بتسمية قديمة ولكن الباب الجديد اللي هو صور مشهور قديم برشا تسمى بباب جديد لأنه هو جديد ما فما حتى مشكلة ما عندوش تديق ولا وراه هو وقت اللي كان تقبل وقت فرنسا وحتى قبل ما مكنش مسكر ووقت اللي طاح السور في الحرب العالمية الثانية طيخوا بالطاح طاح 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 الطاح طاح لا يوجد مقاومة كبيرة لا يوجد مقاومة مقاومة توجد في تونس كاملة لا يوجد مقاومة لا يوجد مقاومة لكن هناك مقاومة يوجد مرهبة نفسية يوجد خوف منه يبدو بذوقه والقايروان كانوا استعداد كبير وفي الاخر يحتلوا بلاد كاملة كان زيت وفي المرابط لا يوجد مقاومة يدخل في المواجهة لأن المنزان المواجهة لا تستطيع هذا يجب أن يكون تصويرها في باب الخور كان يوجد مرة فهمت بلاد كيف يغزروا من فوق وفوق الصور وقالوا بلحصولنا بصلاحات لن يحلوا الباب في عام هذا تقريب 1881 تصور مقاومة المصورات التي تضعوا في المقاومة في مقاومة في مقاومة فرقة القبيلة تزلاس تصدي وقبل الدخول هذه كموات هم قبيلة تزلاس علي بن عمارة علي بن عمارة قاوة في الساحة وصل للساحة علي بن عمارة جلاسة لكن المقاومة يصار تكون قومي عتي قومي عاتين بضرب قلتني دخل الواحد على ما نعلم القاومة محبش يا يقع في موجاة وموجاة كلك ما فيش فايدة ما فيش فايدة الحرب هي لا تقام إلا لما تكون ثمة منها نشي ما توازن في القوات كلك عايش نجي نقوم بحرب منها يوم تكون روحة بشارية تمشي فيها ضحايا وحبت لطلق الببانة كانت كثيرة يا تسحي انت باك حال تصبح حصاء ليهم واحد عما تقريبا هم تقريبا ثم 4-5 الببانة تقريبا ثم ببانة أخوين تحلت كما باب الخخل ساميه باب الخخل كجوز أخواصي من قبلين بعد عزيز ميلادي ساميه باب الخخل وش هدك باب الخخل وش هدك هدك جوز أخواصي حلوش ضد كما في طونس العاسم هل بجبه باب الخخل؟ هل بجبه؟ هل بجبه؟ هل بجبه؟ هدك التو موجود في ذلك الحال وكل مرة عمله ترميمه وما لازم كل شيء من ذلك أنه تم نقطة قديمة محيبة؟ يقولون أنه فما واحد يدور بالسياغة بتاعه يمشي إلا سواء قيبية أو يشري نهار من نهارات روح بشكارة بالسياغة يعني شريع برشا وهو تقريب يخرط معناها للمدينة وهو عرف روحه من الجاي مش يخرط ومش يتسكر البيب من تقريب بعد المغرب يتسكر البيب يتسكر الابواب على كل حال اش ميش يعمل اش ميش يعمل كامش يمشي ومش يبات لبرة من البيب ومش يفكوا هم له ولا يجيرهم ومش يسرقوه هم ومش يخل يشكوه ومش يخل يشكوه ومش يخل يشكوه خمم خم حطها في الجبان وحطها في كبر ومش يمشي حده في الليل ومشي هو تخل وهم يسكرون بيت يعني خلط في النخل لكن خاف على شكارته البيت في وسط قريب البيب وهو البيب يتحل مع الفجر وهو مزيل متحلش البيب قريب يتحل وهو مرة يرقد ومرة يفيخ ومرة يخل ومرة يخل ومرة يخل ومرة ومرة جاية منها عقاب الليل وحدها والوحدة قريب الفجر ومشي فقالها مرة ويجاية ومشي في نتي حتى والله ما فهمت هشنال الحكاية يدي عندي راجلي اربعين سنان وتوفي ثم اضجها ويجي عندك امينة محاول ومعسي بسيدي سبقها عزش كارتو بك وارسول يدام اربعين سنان في الخبر وقدر على هذه الدعاية بيكون معانة نهاية معانة الفقرة المخصة لعلم من بلادي وإن شاء الله جزء الثاني سيتم تخصيصه إلى الشيخ الجليل معلم من بلادي ثم مش نتعديه معلم من بلادي اللي هو الشيخ علي البراق نخرجه مع القلب يا شق كل جميل شيد غلام وآية الجندي الشيخ علي البراق سي رياض شيخ علي البراق مولود في أواقع القرن التاسع عشر والوفاة كانت في سنة ألف وتسعمائة واحدة وثمانين هو حفظ القرآن ووصل معانة للزيتونة ولكن أصابه معانة مرض فاثره إلى العودة ما بين هزوز توريخ هذومة 1899 تبارك الله وتسعمائة واحدة وثمانين كان هناك معانتها قامة معانتها رفعت من مكانة القيروان ومن مكانة تونس وعليش لا من مكانة العالم الإسلامي سبعا هو اختصاصه معانتها بطبيعة الحفظ القرآن هو شيخ مقرأ ومنشد الشخصية متاع علي البراق وحفظ القرآن كان عنده انعكاس على مسيرته من بعد فعلا قبل كل شيء سمعزنة نحاوله باختصار مقدم الحقبة لمرة بها الشيخ علي البراق بضبط أنا ذكرتها بصفة عامة قلنا 1899-1981 معناها ثنين وثمانين سنوات حب نعديوه وثنين سجون باختصار حفظ القرآن وتعلم تلاوته وتجويده على يد أستاذه لذي نذكروها لهو المرحوم محمد خليف خليف كنقوله خليف عائلة كبيرة هي ما نرطوس مسير عبد الرحمن خليفة عائلة كبيرة معروفة سيمو حمد خليف كان هذا حفظته القرآن ومحفظه القرآن جيل محور الثاني بعد محفظ القرآن انضمه إلى طرق الصوفية حتى كانت الطرق الصوفية ملتشرة مش كان في القرآن حتى في تونس وفي سودس وفي سرس والجنوب والجنوب خاصة براك الله فيك انضمه إلى الطرق الصوفية البيت قسيد هنا طرق الصوفية بنا مغنى يغنيه وبنا أنغام وبنا مقامات ياخذوا الملوف اللي هو جاي من الأندلس ويقلبوا له الكلام بتاعه الله يرحمه حتى سعد مجيد بن سعد كان يعمله كاكب ياخذ لحن متاع أغنية ويركب عليه كلام كلمتاع هو يا بنت المدينة مغنية مغربية أردها يا تاهنة بنا إيش بيك؟ حاجة حلوة إيش؟ حاجة حلوة إيش؟ حاجة حلوة إيش؟ إنه متكون من مقامات 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 غنائية لحنية لكن نحن ما نقولوش مقامات وقتها في تونس يقولوا الطبوع 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 طبوع 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 الطبوع هو مقام موسيقى طبوع هذا كل مجتق من نوبيت الملوف اللي هم 13 ولو مش مجال نحنا بش نحكيوه فيه ملوف الطصف علي البراق هو تخصصة في صناعة الإنشات عطيك نقولو الإنشات ده ده كيفاش يمتكلام بشترده بالمغرب والراجل قاه صوته ما شاء الله وكانت فيه حاجة باه يا ابو يعليه ما يدخنش وما ينفس دوم الاثنين مما قال لنا سيمو حمد والله التاثيرات السنبية ما عندوش الحاجات اللي بدون الصوت ما عندوش وثم حاجة أخرى بالله نحب أقول حب أقولها موذنة مهمة ياسر عرفتها يا سيمو عز أنا عرفتها بعد أربعين سنة تقريبا ما كنتش منتبهها إن شاء الله ما فيتش التموض طرف شنية سيطار هي اللحفة 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 شوف الأمة الدبية وكل ما يخرج لكش بلاش لحفة حاجة طبية صحية ما كناش نعرفها أش تعمل اللحفة هم اللحفة هم اللحفة هم اللحفة متاع الحلق ولا أمرتش سماعت انت طبيب متاع جرجوما برك هو وارل الخشم والوضنين والجناز مربوطين ببعض وبايك عليه اللحفة كان يغطيهم كل بنيش لحفة ما يخرجش وسألوه هذا سكون قلهولي أحققنا للحق وحتى نعطيه حقه سي وليد القهواجي المنشد التوع وحكي تنواسي وليده وتبرك الله ماشي في خطوة بيه ولي كان يخدم مع محمد البررق مع الشيخ محمد البررق قال ليسي رياضة كان اللحفة ذيك وبيت عليه هو اللي بدحره وماخذها على ناس كله ما ينمروا كانت حقا اللحفة تقيه من البرد ومن الشمس وتقيه من المؤثرات ما يخذ هواء على وكذلك هو لي ما عشوا نجمية لانسان منين يمرضوا كي يشم هوا بيت وكلمت سخونة في بلازة شميت هوا بيت وظنيك ما عارفوه ما عارفوه هوا بيت هوا بيت هوا بيت مايس ترواني حبيت معنات الركز على النقطة معنات تكلمك مهم جدا من ناحية معناتها الصحية ولي هو عندنا عكسات على الصوت ولي ايه هل هناك تأثير معنات الدخول الشيخة على البراق للطرق الصوفية حفظه للطبوع معنات عنده تأثير على مسيرته من بعد في استغلاله معنات للطاقة الصوتية ديك لأنه أسمح وقوله نحن محنك أو سنيعي فعلا بالضبط معنات تدور هكذا حفظها ذاكا من تعال القرآن خطر نعرفه نحن نحن جادة اللغة العربية فعلا ومخارج الحروف تنطلقوا على حسب ما نعرف أنه القرآن يكون قاعدة أساسية فيها ثم بعد تطور الشخصيته معنات تجاه للإنشاة ثم حاجتي نعاونوه هو هذي لولا اللي يعطاها تنتاج إيجابية لأن الطرق صفية بذب مربوطين بنغمات خاصة وبطبوع علي شبرنا عليهم ثم وبعد شيخ علي البراق ما كانس ما عندوش مانس علي علي البراق لقدم لنجار ولفلاع ولعاد شيء عاد مركز على على المغنى وعلى حفظ القرآن وعلى الإنشاد وكذا هذي معلومة سي معز قل لو ندرس كون يعرف أنه كان منخرط في مجموعة متاع مالوف متاع الشيخ مش شوخة عنا في القروان وباي حمد الزرقة الشقيق الشيخ حمود الزرقة اللي معروف على نطاق قوم ويقال إنه هو عرفه وبطبوع ومكنه منها ها باي علي البراق نقلا عن سي محمد الله الله يحمي قال الوادي كان يشدر بوكا في وصل المالوف يداربك ويغني معهم يحفظ المالوف ويوزنك لأن الإيقاع حاجة مهمة رؤف الله المادة الموسيقية من ثم تكونت عنده وروع إسامي كان قراءة المقامات العديدة وخاصة أنه أصيبه هو صغير في السنة الـ 15 سنة أصيبه معنات تسعة 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 معناها في الحرب العالمية اللي أولى يكون عمره تسعة عشرين سنة تبارك الله تقريبا بنتي هيئة يكون عمره والله يا سيمو عز من جملة ما نذكر بكل صدق ننقل لكم هذه المعلومة سيصالح المهدي رحمه الله كان عامل حصص إذاعية لتلقين الطبوع التونسية للأساذة مثل الكلام ثم مرة والله نسمع فيها بوضني وأنا نعيش في تونس وقتها عنا في الإذاع قطر مهمة يا سيصالح ثم مقام اسمه مقام الماية الماية هكلا تأتسمية تم رمل الماية تم رمل الماية والماية رمل الماية بأي مثل وهي تسمية اندلوسية جاءت على الملووذية الأقدم بضبط هذا اللي عنده علاقة برسد الذيل زاد كعائلة كعائلة لنقولها كموطة تساعدنا تساعدنا في تحليل صوت والمقامات التي تبعها الشيخ معنا أقرب حاجة لتفسير قيم تعليل برد هذا الضبط هذا على شخص المقدرة الصوتية حفظه وتنفيذه للمقامات هو الأذانة ما نجمعه حتى ما نجمعه في المحور الثاني مش نحكيوه صارح الماية دي ترق مقام الماية وبعد بكل أسف خلوا نشوف مع الأسف من بعد الاستقلال ما ري ناش ملحنين تطبقوا هالمقامة ده وباختصار شديد اللي أحب به المقام الماية يسمع الشيخ علي البراق في قصار صور وتحب نعطيك عين نعطيك عينة منه تحب هنمش نجيه كتابه مش نضمنك أكسباك بله هتر مقام الشيء هو يقوله الماية معناتها لسته معناتها من العاليفين انه القرار كيكون رست ذيل الجواب متاعه الجواب هو مش تخرج بالضرورة تمشي للماية كمعطأ ربما يكون هذه معلومتي معناتها هو في الجواب رست الذيل على خطر اني ذكرتني بالأذان متاع الشيخ علي البراق اللي هو اللي هو معناتها ربما النموذج الأمثل اللي معناتها باكي عنده تنقلات بين القرار والجواب تحس فيها انتقالات مهمة جدا مش نحكيو عليها بل السيمو عز انتي بكري يعني ما زلت كي قلت هالكلمة قلت لي الماية ورسل الذيل ورسل الذيل حاجة مهمة اللي قلت عالج لأن المقامات اللي التبوع التونسي سوان عنا ولا في الشرق عندهم تسمية أخرى اشتلق تلقى الأصل والفرق تلقى الأصل وراني يكلم فيك بكل توضع عن دراية ثابتة بإذن الله وعن دراسات ثابتة وعن دراسات ثابتة بكل توضع مانيش سماحه من أين كان أنا خلطت على سيقة دور السرار في السيمو حمد التريكي لا يجويني كل نعرفه مقدمة فرقة ثابتة وهالأمور هذه مضبوطة مفيش لعب كنقوله رسل الذيل تلقى عنده أولاد عام واخرين خمسة ولا أربعة من فرع العيلة تلقى الأصل والفرع تلقى الحسين ثم الحسين وما أربعة أو الخمسة تلقى كنوب الحسين تلقى مهذبين قبل أن تعديوا للنموذج التطبيق تلقى القروان في سبعينات 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 كل وقت تلقى يستمع بالموسيقيين يعني دورة من موسيقى وتمروا وحاش كهك كان عنده وظيفة في ذات التارب رئيس المسقى رئيس مصلحة المسيقى في الوزارة قال وزار القاسم قال وين نعرفهم وين وزارة عبد الله والشواس قال ورامو الله فيهم من جبلهم هاتوا ونعيتو لهم شاك اختف روحوا لبسكليات وجاني أنا ومختار الشواس وكان معنا سي الحبيب بن بارك شو هيراكريميسي أيوة أشعروا مننا هو يعرفوا هكذا يسمع لي وصل حتى اسم العساس طرفة وشعب قالوا بالله كرموسة واختلي وقفوا معنا تلحاكم في دورية قالوا وعطيني بطاقة التعريف قالوا الوجاة ذيل ومززكش بطاقة التعريف قالوا الوجاة ذيل ومززكش بطاقة التعريف معتعشرة مننا على العالم سي الحبيب المبارك كريميسا مالا سي تارق جاء معنا سي الحبيب كريميسا شو هيراكريميسا صعب حوز قال لي مش هذا قطوة ذايا سيفتك يراو عندو تامبو في الدربوكا وعندو خطو معتر مياسا وراو يتعلم على وبي حمد الزرقى وبي علي ميمون وجماعة قطوة وحفيف بشيرا وخذاك كانوا مولولوجيستك يعني فدلاكسا قالوا لي تعرف المقامات وطوعوا قالوا لي قالوا تنجيمش برب يتعطيني الحسين وفروح وانتي فكرتني توقيت بيعرفهم شو مرة وهمك تقولها مقام الحسين تم حسين الأصلة حسين صباح حسين نيرزو حسين عصيرا نظمها الخمسة بيش ميت عالتلش كريميسا قالوا نعرفهم قالوا سنوم قالوا حسين العمرا نيرا حسين شعدالا حسين السرجال وحسين السمال وقمسة عصيرا خمسة أسماء بالحسين قالوا لحد كساحا ايش زي دالي نجع قبل ما نمشن النموذج تطبيقه الله سمعت خريني نستشهد بالشيخ الحسري اللي هو أبو ياسمين الخيام ايش يقول على القارة باش نرجعوا للصوت الله الله يقول القارة يحتاجوا إلى موهبة وصوت ليأتي بألوان مختلفة للمعاني المختلفة يعني ألوان مختلفة يجانسها معاني مختلفة أو تتولد عليها هدا علش ركزت قلتيني التكوين الشخصية انتع الشيخ عن البرير هل كانوا معانتين عكاس باش أحبك هالصنع هذي انتع المعنى فاقتيرانه بنوعية القراءة يعتك صحة سيبو عز وقاعد نذكر فيك بالحق رب يعني شكا تفقيك العب والله العظيم السؤالات هذوه والله مش اللي جاي يسأل وفيه محل وهذه حاجة حساسة جدا جدا أعلاش أبو يعني ساعة من سماش تجنيسي يتسمى التجسيم بالمين يجسم الشيء على معنى معين قلت في انتراك من جنس من جنس من جنس حاجة هذي تعرفش عليش عنده المقدرة ديه بضبط هذاش حاجة نعب لأنه حفظ القرآن على قاعدة يعطيك الصحة رجعنا النقطة الولانية أعملنا اللقيقة أعملنا بخارة الحروف أعملنا ما يسمى الغنى الغنى هذوه في البلاغة وإتقان القراءات السابعة عنده دخل مئة في المئة شو أكيد معنى قراءات مختلفة في مصر سيمو عز نشاء الله ونقول لك مصر عنده مقرئين متخصصين في شيء ذي نسميلك منهم مصفة اسماعيلة ويسامحني مصفة اسماعيلة إذا ما سميتش قبله محمد رفعت لأنا محمد رفعت نمبر ون فماشلع عبد الوهاب يبكي كياس بهوت هذي حكاية أخرى هذي حكاية أخرى هذي حصة أخرى فهمني هالتجسيمة ذي وبيع لي وثم معلومة أخرى أشكون جبهال جنالي عبد الرزاق البراق أولد هو الله يفرش كربه وربي يشفيه عبد الرزاق المعلم ودبي الهادي ابوه كان دلالة دلالة متاع سرابي ففر بح أشياء عملوا ببيك علي ما تستغربش يجيوا الاصطيوانات من الشرق ليش كون؟ الواحد اللي هو علي البراق متاع مصر اللي هو اسمه شيخ علي محمود ما يلعبوا حدا ترق عبد الوهاب انهل منه ما طاب له وصل الله في السخرة نعطه تزيل عليه محمود وتجد سامحني في العبارة كيتسمعوا كيتسمع هذا الشيخ علي محمود تقذر العبد الوهاب كان ولية صغيرة فمش لعب البيعي فيه كل خيعة لغاية يستغلوا سرق الصنع وقولوا لا هاي 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 أشي يعمل بايك علي يجي للدسكويت من برا ندرس كون يسمع فيه فيهم منعرش هذه منعرش والقفلات اللي يعمل فيهم علي محمود يقلبهم بايك علي بالتونسي الأخر يعملهم في مقام الرسد يقلبهم هو في رسد ذيل ولا في الماء وربي فحصناها واسمعتها بعين بوظني وهانا في شر وظال الذيل لازلتها عليكم حتى أعرف معانتها ما يسترجعنا النقطة نصنهية من حفظ القرآن فعلا وقت قانون للتوبوع هاي هاي يعني هنا يمتاز بذكاة 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 في توظيفك الجبلة الشرقية تقلبها لا لا بذكاة وتحب بعد نعطيك نموجة جبلة شرقية ولا العكس بالعكس كيفاش جبلة شرقية تقلبها ماشترا ماشترا هذا مش نعملوه في نهاية المحبور له والمخصص الشخصية علي البراق وذكاءه هما قبلها هي خلينا نقولك باش نختموا متفضل لعميد الأدبتها حسين الله الله ترتيله هو ذلك الترتيل الأقرب إلى الوصول التي كان يرتل بها القرآن زمن الرسول هذه المعنى الخاصية والخلاصة بعد سامعوا لاستوانات على البراق هذه الخلاصة اللي يهمني هو الرجوع لك الأصل اللي تحكى رغم المقرئين لأعلام كنت تحكى اليوم توفي في الشرق في مصر بالأساسي وإنما لن يصف أي مقرأ منهم برغم أنه وذنهم عبية بيهم عندما سمع الشيخ علي البراق يعني عجبتني صوت هذه كأنك ترتب القرآن في زمن الرسول يعني كأنه يفهمها أكروح ألولانية يعني قبل ما يتركب عليها نقولوا نحنا قواف أخرين وقفلات أخرين هذه هي خاصية في الصوت فعلا في معز فضل سيتار بقيت في جامعة البيت كان مواكب الجامعة البيت فعلا يا رحمة يعني البراق وقت اللي في السبعينيات طب عمري عاشرة أذيك كبيرة أما كان في جامعة صحبة بالطبع في تونس في تونس بضعت كان في جامعة صحبة وكان في الإذاعة التونسية ومع التنظمة أنا أنا عمري عاشرة طبعا ما نعرفوش كل البراق ما نعرفوش ما عادي جدا ما نعرفوش نمشيه إلى جامعة البين وفي تقوص دينية خاصة حتى الحنفية عنده في جلسات الجمعة وثم زاد الدكور للتعمل في الجامعة وهذا كان ثم تقوص دينية ويسليه بعض لذان وكذا قدا على كل حال وثم التحذيرات حتى قبل خطوة التعجمع من جمع الحاجات ثم دعاء ثم غير وقت اللي يمدوا الميكرو أنا واحد مني أن أصلاحظت فكل أمر هذكا يمدوا الميكرو البراق يمدوا الميكرو حسيت أنه ثم استعداد خاص للاستماع لهذا الرجل ما فهمتش علاش القيمة هذي ما فهمتش يحظى بتقدير كبير الأنوكي كبيرت وعرفت معناه وعرفت قيمة وكل شيء ما استغربتش مك الاستعداد الخاص واستعداد غير عادي نس تتحول حتى من مكانها وتعمل هكا باش تسبع علي برد والصغير مو دقيق الملاحظة مو دقيق الملاحظة مو دقيق الملاحظة حاجة أخرى حبيت أقولها أنه وقتل يمشي للساحل باش يقيم حفلة بالحفلات مثلا في القرى الساحل كما القلعة أو الأكودة أو كل شيء تلقاه ثم براح يدور على البهين يدور من الحومة الحومة قل رأوا لي في دار فلان فلاني رأوا الشيخ علي البراح من الشيحي حفلة باش الناس تعرف باش يجي تتمتع باك الحفلة هذيكة حاجة أخرى كانوا قبل وقتل يمشي للساحل يستدعوه ويضيفوه يقعد يقرأ بالاستماع يخليوه لأكثر أوقات باش يزيد أكثر نهار أكثر متعفة الستارق لذكر الساحل حتى يزادها هذا نقطة مهمة عندي أنا عائل أحبابي في سوسا دار زيل العبدين اللي منهم سيمو حامل لوزيل محمد العبدين كانوا يزيل الفكار يجيبوا علي البراق لذارهم في سوسا سيلهاش بزيل العبدين كانوا فقط تعليم ثانوي ويعلموا لهم المواكب الدينية بتاعهم وذكرها للوفاة وكذلك هذي كل حكاهولي سيح مية جن العبدين عم لوزيل قلي الشيخ علي وتهرب علي البراق ويجيوا للسيدنا يعني شهرته فاقت عدود تونس روم علي البراق مش نهران فاقت مو فيه لا 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 كلمة حقت تقال هيا سيدي ثم ناس كي اسمع ذلك علي البراق يشمري حترم ذلك هيا 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 مختلفين مع بعضهم هيا 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 بلا يا سيمو عزما مت مترسمان عمدت عداشي نقطة مهمة سفروا الى العصمة تحولوا الى العصمة اللي هي جعينها من بعد لاني نحب لنختم ومتعتينا النموذج في استعمال المقامات سرياء نقطة مهمة مثلا يقول معنات اللي هني ديما نقرن بالقراءات بالقراءات يقول مثلا لو كان عنا اللي هو مستعمل ما نعرفش موجود لاني لا أفرق مع انت موسيقيا فضل لي لانتقالوا من مقام الى مقام ولكن ما هم متعرف علي هذي كدير عيه بضبط انه يقولوا معناتها انه فما كتسمع المقرأة ينتقل بيك من خلينا نقولوا نحنا جو الجو فما نوعين مثلا مرتبطين بالقرآن اللي هما اما اشعة الفرح او اشعة الرهبة يعني فما ايات تزلزل تذير وتبشير بضبط فتقول مثلا لو كان هناك فرح ممكن استعمال مقام السيكة مثلا اذا كان انتقلنا للرهبة يمكن استعمال الجهاركة مثلا ما نعرفش انا كمستمع عادي ممكن ما نفرقش لكن هل كان فما هناك خطرة سجل اظن سجل القرآن الشيخة علي البراق ستين حزب تزلوا في ذلك رحمه الله هل كان من بين انت الاستماعات معناتها متاعك الاستماعات هل تحس انه متفطن في هذه القيمة متاع انتقال مقامات لي تبليغ معنى معين اي اي هل سوف باقتصار وزادة ندخل ديما نحكيه بالتواضع والله طالب بل قطر عندي حاجات منجم سنسان كان مهرجان ملوفي تستوع تستوع بيشرف علي سيسالح المادي اللي رح مخدمه برشة روح بكل تواضع كنت ديما نأخل جايزة في الارتجال الارتجال ايضا 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 كذا ايضا 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 موسيقى 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 همضوا من الحاجات مثلا لنحاولوا نحاولوا الان نحاولوا الان نحاولوا الان يا سيدن طعبهم سورا سيدن طعبهم سورا عن الامبي يا ربي خلصنا عن الامبي يا ربي خلصنا الله الله هنا لا يتسمى السلطنة يتسلطن سلطن في المقام حتى المصريين يقولوا سلطنة التراك يقولوا هنك الهنك الهنك هو كيفش تشد السامح تقول انت قاعك قدامي كيفش نسيت قلتشين وقعت له كتر الموسيقى عملية الانجيداب هذا 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 الماء يتسمى والدعم هناك حوارضة أخرى تقول فادياس هاوس مثالة موسيقى الموسيقى هٌ هذي اللي فيه فرقزالة أنا ساضحة وشاركي جغدا بالزين نميت نمنام خليل نميت نمنام خليل انت باش نربط معاك مش نسمعك للشيخ علي البراق باش نربط جسمع اللي كنت تعطينا فيه في نموذج عمري عليك تشوقا قضيته عمري عليك تشوقا قضيته نسمعه ونبعد نرجعه ما يستمر قلبي الذي لا زال فيك متيمان صح شربتكم سيطار قلال لاني يقول عبد حليم لو بدين نبتدين من الحكاية منين اللي بده اليوم ونحن نزلق من العربة بضبط وحكينا على مقام المزامع البلوي وعلى سيد عمر عبادة وعلى سيد عمر عبادة كل شيء ومدى يتعلق العباد بالمقامين هذوما اليوم ان شهالا باش ندخل المدين العربي والنسيج العمراني الموجود وبالتبعه الحال تأثيرات 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 من الحذارة العربية الإسلامية من ذلك أنه نلقاوه الزنق ونلقاوه الصباك ونلقاوه الحوم ونلقاوه الأنهج والزقاق هذا الكل معناها تأثيرات الناس اللي صمت وبنات باعتماد على الحذارة العربية الإسلامية من ذلك أنه الزنقة مثلا بسيفة عام تلقاها فيها عائلات مع بعضها فيها عدة ديار لكن ما تلقاش حد برا بعد باعتباعة باعتباعة الديار وتسكنت الناس خرينة وكل شيء لكن من الول الزنقة تعملت معناها على أساس أنه العيلة تسكن مع بعضها ما يجيهم حتى حد مع أنت سيطارك فهم مع علاقة قرابة دموية مع أن تكون تجمحهم قرابة دموية هذه البداية والأكد لك حاجة أنا هاني قد دم دين العربي مولود فيها كل شيء فما التوى إلى يومنا هذا ثم زنق مدخلت الهم شيء على أساس لدي لدار عام لدار خال عادي جدا زنق المسكرة لا زنق المسكرة هو ديجاء ما تطلق كلمة زنقة إلا ما يظالي ما يكونش عندها نقارك بين الزنقة بين الزقاق الزنقة هي أمباس لا تعديش والزقاق هو نهج نهج زنقة ونهج أكبر شوية والشوائر على ذلك تصنيف الموجود في البناءات من ذلك نذكر مثلا حمط الزداد الزداد مهدية يعني أمباس على مجمع سكني ما يفهمه إلى الزداد حتى الديار اللي هي اللي برا ونحن نتخل من الزداد ونحن نتخل من الزداد وفهم ديار موجودة وين قريب البناء نجحون ماشينا البناء لكن أكثرها ترقت يعقب البعض كانوا ممكن استراتيجية يمكن أن تكون حتى عسكرية أو غيره ساعات منها تصير حرب تصير مشكلة واحد يدخل من الدار يخش من الدار أخر والناس يتبادل الزيارات ينفذوا على بعضهم الناس يتبادلوا الزيارات حتى بين بعضهم ما يقضيش يقرجوا للشارع هنعرفوا قبل حتى في وقت مش بعيد يعني تقريبا حتى الإخوان يعرفوا سيشاد يعتلب موجود في حمت الشرفة كنتو كان وقت اللي يجي يمشي للثانية في الكاليس يحطوا ملحفة من شيلة ليمين وملحفة من شيلة لسان وتخرج عائلته يطلعوا في الكاليس ويمشون الذراع مفهوم الحشمة محافظين بصفة عامة وهذه هي التقوص اللي يستنس تباهمها حاجة أخرى نجم نذكولها من الصبات العائلة اللي قلت عليها فماشي الاتباط في سكنتها بالوظائف اللي يشغلوها أو بيرتب معينة بالنسبة لنا في الوقت المعتنى كان عائلة الزادان مثلا والمئات العائلات وهو اخر ايمام في جامعة عقبة من عائلة الزادمة تقريبا منذ مئتين سنة ما يأموا جامعة عقبة وامام جمعة وهم عائلة الزادان وتوارثوها أبعا جدا وظهالي تصديق القول لك سعاد الرحمان الخريف الشيق عبد العام الخريف خذي على اخر ايمام سيدالك سيدالك فما الزاد وفما الصاد موجودين الزوز ولا هو لحن في القول فقط سوف يقولون صادام ولا تفرقش عنه هو الاصل كلمة الصادام صاد يعني موجود عائلات صادام هي بيدها فهو مشكور يقول الزادام بالزاد اما هي صادام لكن النطق يكون هكاكا صادام عائلة كبيرة تل مومنستانس الكلمة كما هكا ونزيد نفكر عائلة البلايش اللي كانوا موجودين في جامعة جامعة البي جامعة الحنف هم حنفيين وعائلة البلايش أبعا جد هم الايمة جامعة البي ضغل اخرهم اللي قبل الثورة ايمام بلايش ايمام انسي محمد انسي محمد انسي حمد البلايش ونزيد حاجة اخرى انه عائلة البلايش في وقت ملقا جاي الشيخ الشادي العلاني شيخ الشادي العلاني يأم الناس ويعمل خطبة لانه بعد سيحمد القروي عمل جامعة بالذمة الشيخ الشادي العلاني بشكل جامعة يعني اسبر جامعة سيدي غيف جامعة سيدي غيف تبنى في عام ستة وسبعين تقريب واسبح متداعي للسقوط ويأخذ ترميمه ترميمه كل شيء من جملة الحاجات اللي حبنا نقولها في المدينة العربية اكسططات موجود ساعات تلقاهم عيلة يسكنوا مقابلين بعضهم وعيلة وعيلة أخرى مقابلين بعضهم احنا نعرف اللي من قديم الزمان الدار العربي تلم عيلة كاملة واللي يتزوج يأخو بيت من البيوت يسكن مع همريه دينية صعيبة وليس كنت نسكن بديش الديار وكانت الاستعايشة مع بعضها ويعيشوا مع بعضها السبات هذكا كانوا ساعات تقى واحدة عنده ولده مش عرس والدار ذويقة يطلب منجاره بش يركز عليه الحيط هذكا ويبني عليه بش يسكن فيه ولده مش عرس تبني عليه فوق السبات فوق السبات بخليف بطبيعة الحال هي خطط عليه السبات تلقى كويس موجودة ليس تشد البني لكن ليس بني فوقه يبنيه فوقه من أجل الحجم هذه هي حاجة من الحاجات نوع متضامن معنا كانت تقبل الناس متضامن مع بعض عدنا في القرين سبات البيجي هو بصفة عامة تقريبا فوق الـ 128 وعندما كانت تقريبا فوق الـ 128 سبات وعندما كانت تقريبا فوق الـ 124 لكن ليس كلهم بسمهم اللي بسمهم فما سبات السبيدي وسبات البيجي وسبات الغماح وسبات الطيف هذو مصباب المشهورين المعروفين ويمكن مصباب تخيرين لأنه وفما العمران اللي بين البني باش يشد بعضه وفما زاد الحاجات اللي من أجل الحاجات هذية تتوجد باش مثلا تتزاوج وعندها تلقى وتسكن وفما كلمة سبات زادة يتناجم مستخرجة من كلمة يهودية السبات السبات الشبت السبات يوم اليهود عندهم تقوسهم ليت السبت يعملوا أجماء خاصة نهار السبات يعملوا فكر عليه هذك ليت السبت ليت السبت وموجودة حتى في الأغاني في القناة يتبع في الحاجة في اختصاص هذي هو بطبيعة في إطارة بطبيعة في إطارة كله زادة كلمة حارة يهود موجودة نحن نتوى حارة يهود الموجودة معروفة فيها السينة قوي بالقديمة الذي هي المر المر فخاني فيه مر ليهود وكلمة حارة يهود وكلمة حارة يهود لم تستعمل بكثرة في السماء مع حارة حارة يهود لكن في القدم كلمة موجودة نذكر تقول مر ليهود مر ليهود الأساس أنه يهود كانوا يسكنوا فيه لماذا كلمة حارة منطلعة هم ليهود يسكنوا في المدينة يمشيوا للمسؤولة على المدينة يقولوا احنا الجيد والموزود كلهم نحبوا بلاسة نسكنوا فيها واحنا ما كتعرف حنا ديننا ونطلقوا لعباد الأخرين كل شيء ونطلقوا للمسؤولة حارة هذه الحكاية تسميت حارة؟ حارة ليهود ونطلقوا للمسؤولة ونطلقوا للمسؤولة كما في سوق الجرانات هم خذوا في طوصل عاصب تفضلس من الطاف الله جاءوا حارة وحلوا فينا باراش في العرب هم ولاوش بروا حارة ما حارة بركة لا تلمة حارة يهود هم ليهودين ما يقولوش نسكن في حارة يهود لا ما يقولوش هذيك حارة يهود هذيك حارة يهود ندفروا حتى تقرون ما كانش حتى واحد اخر واحد فريجة معاش تعرفوا سيرياض حق المعرفة يزولون هاتيك الصحة فهمتوا لا وحتى السيناقوك هل إذا تبدلت مليات كبتيت ووقت ملوقع؟ حكم سيني أكبر منك شوية وبره يعجم على ما نعلم أنه يهود يجي يسلم على وحد الصباح يقولوش نحوالك يا جاكوب يقولو لا يوريك مريط ولا يذوقك مذوق هو أشي يعمل اللي يوريك مريط كل يوم يحل الكاشة بتاعه يتفرج عذب ويقولوه يوريك مريط ويقولوه يوك مذوقت ايدي الكلمة المشهورة المعروفة طيب على ايدي الدعاء بمعنا نخرج مع حمزة شاكول يا إمام الرسلي وموجز الأخبار ثم لنا عودة في جوابي ثلاثنا نعوم في جوابي وحسبنا نطل على الجانب أرجعنا مع الجزء الأخير مع نتا المخصص للشيخ علي البراق ومع الماسترو ريض عبد الله سرياض في الأخير مع نتا ولأننا نقر بأننا لم نوفي الرجل حقه ولكن أكيد أنه خلى مع نتا ورثة مش نحكي ورثة مع نتا من الناحية العائلية فقط أما نحكي على المصار الفني الشكون اللي يكمل أو كيف نيش يكمل حيدوا على المنهج حاولوا يقلدوا حيدوا عن المنهج كاملوا في نفس المنهج مع أنتا كلمة عليهم باش نعرفوا على الأقل تواصل إرث هذا الشيخ الجليل وكعلامة من علامة المذيئة في العالم الإسلامي نقول شوف سيبراز توا الشهادة هي وصمة واحد كي يشت بحاجة ما اللي يعرف التوارث هذا في الإبداع هذا هو بيعلي حاول باش يخلي لأن كله من عليها فهم الناس كل تموت نقول وكله نفس الدايقات المنهجة اللي يخدموا معاها هو ما أقارب محمد البرح مصطفى مصطفى البرح عنده ولده واسمه مصطفى وولاد خوه ولد سنهاتي ولده بباية هاتي يعني عائلة يخدموا مع بعضهم يخدموا مع بعضهم محمد البرناق هو اللي خذان مشعي على بباية عليه وواصل وثم معلومة أخرى من فاها باس نسوقوها أنه في الستيناتر عام ستين كان تم شكون على رأس السلطة هنا في الولاي كان موعد مد اسمه مختار بالعيد ولا يهز في عدد مجيبن ساعد للقلعة وواصل القلعة القلعة الكبيرة وكونوا نواة غادي ولا يهز في محمد البرناق يخدم غادي حتى معناها وقعش دواج بين الفراق وتعلموا علينا جماعة القلعة واخذاء ولد وحلوا فهمني الواقع أنه محمد البرناق عملت ثم مع قصير محمد البرناق جاء شاحبي ولده وبعده والله يعلم وعملوا مجموعات يتحسوا مع أنت حافظوا على نفس التمشي حافظوا على التمشي لكن بيكونوا صدق بيع لي مات معه فلتة من فلتت الزمان فلتت دواء اسمه كيتقول صبات عبد الموذرد ممكنتون ما عيشت حولا هالاسمه هذية ظهرت ما تتكررش ولكن ما يستطيعون يقول واللي تقريبا الأقرب زادة إضافة إلى ولده الشيخ محمد البرناق عبد مجيد بن ساعد نمط أخو مع أنت القول بأنه يتبع نمط أخو الفرقة ما يستطيع في كلمة أخيرة الفرقة بيع لي البرناق متخصص في الولد في المولدية 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 وعبد المنجيد بن ساعد قصص في السولمية يعني اللي فاهل بنادر وفاهل الإقاع وفاهل اللعب على المقامات ومعها رب يزاد أعطاه طاقة سطير لكن مع الأسل الفرق بينهم الثنين هو أنه شيخ علي البراك كرس صحته وحياته للقرآن الكريم ولم يمدح أحد ولم يحضر فيه المديح قال لي حتى ما نذموش حتى حد الله يرحمهم وكل المديح مات محمله يعني لما رئيس يموت يمشي معه كل شيء عليه الباوي في ناسيم الوصل يجناني يحوتك الخلاق زهرة الحياة صحة شريبتكم صحة شريبتكم كلنهار اربعة من عشر نصو ميل عالحياته فان صحة شريبتكم